وشاهدي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة 117 سنشتغل على التطبيقات الكتابية أقرأوا النص وأحددوا النواسخ الفعلية والحرفية فيه إذن أول ما نستخرجه من النص النواسخ الفعلية والحرفية إذن سنكتبوا واحد النواسخ النواسخ الفعلية النواسخ الحرفية النواسخ الفعلية والحرفية كانت الغابة إذن كان ناسخ فعلي كانت كان كانت الغابة المجاورة لقريتنا مدرسة طبيعية الغابة مدرسة كانت الغابة مدرسة فيها فيها علمنا صديقنا أحمد أسماء الحيوانات والحشرات والطيور وكأن إذن كأن ناسخ كأن ناسخ حرفي كأن الأطفال كأن الأطفال طلبة في معهد الطب البيطاري الأطفال طلبة كأن الأطفال طلبة كنا كأن نظن أن أن ناسخ حرفي أن أحمد بيطاري حقيقي وفيها وفيها علمنا صلاح اسم كل نبتات واسم كل شجرة ولعل صلاحا لعل ناسخ حرفي لعل لعل صلاحا أكثر علما من أحمده فقد كان دائما كان كان يعلم أسماء النبتات بدقة ويميز بين المتشابه منها إذن من خلال هذا النص هذه النواسخ الفعلي والحرفية الموجودة فيه ناسخ فعلي واحد كان ونواسخ حرفية كأن أن ولعل ثم آتي بكلمات من عائلة كلمة متشابه ثانيا عائلة عائلة كلمة متشابه المتشابه الفعل من المتشابه تشابه تشابه مضارعه يتشابه يتشابه تشابه يتشابه تشابه 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 متشابه 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 لماذا سم الكاتب الغابة مدرسة ما مجال اهتمام البيطاري إذن في الغابة مدرسة إذا رجعنا إلى النص كانت الغابة المجاورة لقريتنا مدرسة طبيعية فيها علمنا صديقنا أحمد أسماء الحيوانات لأنهم تعلموا منها أسماء الحيوانات والحشرات والطيور فأي مدرسة لأنها علمتهم إذن السؤال الثالث سم الكاتب سم الكاتب الغابة سم الكاتب الغابة مدرسة سم الكاتب الغابة مدرسة لأنها علمتهم أسماء الحيوانات أسماء الحيوانات والحشرات والطيور الحيوانات والحشرات والطيور وقلنا سم الكاتب الغابة مدرسة لأنها علمتهم أسماء الحيوانات والحشرات والطيور ثم رابعا سؤال الرابع أعبر عن كل أو قبل ذلك ما مجال اهتمام البيطاري وكأن الأطفال طلبة في معهد الطب البيطاري كنا نظن أن أحمد بيطاري لماذا؟ لأنه كان يعلمهم أسماء الحيوانات والحشرات والطيور ما مجال اهتمام البيطاري؟ فمجال اهتمام البيطاري الحيوانات والطيور إذن دائما السؤال الثالث مجال اهتمام البيطاري مجال اهتمام البيطاري نقطة الحيوانات بما فيها الطيور بما فيها الطيور مجال اهتمام البيطاري الحيوانات بما فيها الطيور ثم رابعا أعبر عن كل جملتين بجملة واحدة تتضمن اسما اسما موصولا اسم موصول إذن كل جملتين سنعبر عنهما بجملة واحدة بتوضيف اسم موصول جاء الأطفال الأطفال يعجبون بالغابة جاء الأطفال سنحيدوا هنا للأطفال الثانية الذين يعجبون بالغابة نذهب إلى الغابة الغابة توجد قرب قريتنا نذهب إلى الغابة التي توجد قرب قريتنا رأيت الطفلتين الطفلتان تهتمان بالبيئة رأيت الطفلتين اللتان هيدو هذي ديروني اللتان لأن الطفلتان مرفوع هذا الاسم هذا مرفوع بالألف لأنهم متن أيضا قد نضفع اللتان هذا هو حارس الغابة استقبلنا حارس الغابة هذا هو حارس الغابة الذي استقبلنا الذي استقبلنا هذا هو حارس الغابة الذي استقبلنا ثم خامسا أشكل ما تحته خط في النص لن نرجع للنص ما تحته خط وكأن كأن وكأن الأطفال طالبات في معهد في معهد الطب البيطاري إذن وكأن الأطفال طالبات في معهد الطب البيطاري ننتقل إلى التعبير الكتابي كتابة نص إرشادي الجزء الثاني تعديل وتنقيح أتذكر ما كان مطلوبا مني أشرح لأصدقائي وصديقتي كيف يصلنا إلى هذه الغابة الرائعة وقدموا لهم نصائح للحفاظ على الغابة أقرأوا مسودتي التي كتبتها الأسبوع الماضي وناقشوا مع أصدقائي وصديقتي الأفكار والأساليب التي استعملتها ثم أعدلها على ضوء مقترحاتهم وقارنوا ما كتبته بما هو مطلوب مني وفي العرض أكتب إنتاجي بخط واضح جميل أقرأ إنتاجي على مسامع جماعة القسم تنسى نعيد ما كتبناه في الأسبوع الماضي قلنا الموضوع وكتابة كتابة موضوع عن مكان النزهة ووصف الغابة إذن هذا هو المطلوب خلال عطلة منتصف الدورة الأولى نظمت مؤسستنا رحلة مدرسية لزيارة غابة أزرو غمرتنا الفرحة إذ سماعنا للخبر جمعت ما أحتاجه من ملابس شتوية أحذية ثلجية خاصة وأن الجو هناك بارد اجتمع التلاميذ والتلميذات في اليوم الموالي باكرا وركبنا الحافلة التي انطلقت من مدينة شفشاون كانت الشمس لم تشرق بعد حينها لذلك فأغلبنا أكمل نومه في مقعده وما إن شرقت شمس يوم جديد حتى تعالت الأناشيد فلا تسمع لهم همسا في طريقنا مررنا بوليلي المدينة التي بناها الرومان وصولا إلى مكناس التي توقفنا فيها لأخذ قصط من الراحة ولمشاهدة مآثيرها التاريخية إذ زرنا سجن قارة وباب منصور إضافة إلى ساحة الهديم فأكملنا طريقنا لمدينة أزر حيث سنحط الرحالة دخلنا الغابة مجموعات منظمة ونحن نردد أغانية تدعو للحفاظ على الغابة وحماية كائناتها الحية فأثار انتباهي مجموعة من الرموز والعلامات فسألت الأستاذ الذي أخبرني أنها نصائح وإرشادات للحفاظ على البيئة فمنها ما يدل على منع القنص وقطع الأشجار وأخرى للتذكير بوجود أنواع مختلفة من الحيوانات فعدت من الرحلة وقد استيقنت أن الحفاظ على الغابة حماية للحياة على كوكب الأرض وبهذا ننهي تمارين الصفحة أو السبعة وسبعون نلتقي في تمارين التقويم والدعم تقويم ودعم الوحدة الخامسة إلى ذلكم الحين أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الرابع والتي ستجدون إما أسفل الفيديو في صندوق الوص أو بالرجوع إلى البلايليس إلى اللقاء